من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا وحافظ على النفل تقربا لا تكرما فأنت والله أحوج للطاعة وربك سبحانه غني عنها لا تجعل همك وحب الناس لك فالناس قلوبهم متقلبة قد تحبك اليوم وتكرهك غدا وليكن همك كيف يحبك رب الناس فإنه إن أحبك جعل أفئتة الناس تحبك والحرام يبقى حراما حتى لو كان الجميع يفعله لا تتنازل عن مبادئك ودعك منهم فسوف تحاسب وحدك الدكتور مصطفى محمود من كتاب سواح في دنيا الله